بس اونر راجعنا بقى بموبايل شبيه بالاونر اكس ايت ولكن فيه تنزلات اهل منه شوية بس الموبايل هتصعر في الفئة الاقتصادية اللي هي فات الاربع تلاف او تحت الاربع تلاف جنيه واتمنى ان يكون الموبايل تسعيره تحت الاربع تلاف جنيه هيكون صفقة كويسة جدا قبل ما قولك اي حاجة ما تنساش اللايك وسبسكراب وتفعل الجراش انه وصلك منها دايما كل جديد اما دلوقتي خلانا نخش في تفاصيل الفيديو اهلا وسهلا بكم انا محمد ودي قناة امكا ريفيوز والموبايل هنا اللي جاي من شركة اونر هو الاونر اكس ايت 5G ده موبايل زي ما قلت لك كده المفروض يكون في فئة الاقتصادية فكنت شايف ان الافضل يكون اسمه اونر اكس ايت لايت بما انه هيكون نسخة اقل من الاكس ايت وشايف انه بصراحة حركة غير منطقية تماما من اونر ان الاكس ايت الاغلى يكون فور جي والاكس ايت النسخة الاقل منه اللي جاية دي تكون 5G ولكن حاجة كويسة جدا ان احنا بنشوف موبايل من شركة اونر في فئة اقتصادية جاي ب5G هنا الموبايل جاي بنفس تصميم بالزبط الاونر اكس ايت التصميم الممتاز اللي عجبني بشكل كبير ولكن شكل الكاميرات مختلف الاونر كان اربع كاميرات في نصهم الفلاش موجودين في مربع هنا بقى فيه تلات كاميرات بدل اربع كاميرات والفلاش هنا عامل بكمل شكل الكاميرات المربعي فالاختلاف هنا بسيط في شكل الكاميرات ولكن التصميم بصراحة ممتاز تصميم عجبني جدا أما خامات الصناعة فتوقع أكيد أن الموبايل جاي بخامات من البوليكارابونيت للظهر والفريم نسيب بقى نقطة التصميم وننتقل للشاشة ومن هنا هتبدأ التنازلات حرفيا هنا الموبايل جاي بشاشة IPS 6.5 إنش حجمها يعتبر كويس جدا ولكن ضقة الشاشة هنا HD Plus وما فيش كمان هنا 90 هارتس رفريش ريت هنا الرفريش ريت 60 عادي تماما ما فيش أي إبداع هنا الشاشة جاية بالتصميم القديم موتر دروب نوتش وحفزوا في لها تعتبر كبيرة نسبيا مقارنة بالأونر XL ونسيب نقطة الشاشة ما عنديش علاها أي اعتراض أصلا أغلب الموبايلات اللي تحت الاربع تلاف جنيه بتيجي بشاشات من النوع ده وبالأشكال دي بتيجي بشاشات HD Plus عادي مع ستين ما فيش هنا غير السامسونج انتولف الوحيد اللي موجود من السنة اللي فاتت أصلا اللي بيجي بشاشة IPS مع تسعين لكن غير كده دي الشاشة الستاندرد حاليا اللي تحت الاربع تلاف وهنا الموبايل بيجي بمعالج سناف دراجون ربعمائة وتمانين زائد كمان ان المعالج ده موجود معه خدمات الفايف جي معالجات فئة الربعمائة عامة بتبقى أقل من فئة الستمية عند كوالكم يعني كوالكم ترتيب الفئات عندها كالتالي ربعمائة ستمية سبعمائة تمنمية ففئة الربعمائة هتعتبر الفئة الاقتصادية فأتوقع ان اداء المعالج ده هيكون اكيد اقل من الستمية وتمانين ولكن اللي بيخفر له انه بيجي بخدمات الفايف جي ولو بسط له على الفئة الاقتصادية اللي هي تحت الاربع تلاف مقبول اما فئة الاربع تلاف شايفه اقل من الموبايلات برضو الموجودة حاليا هنا المميز الرام وزاكرات تخزينية الموبايل بيجي بحجم الرام ممتاز تجيجا بايت رام ومية تمانية وعشرين جيجا زاكرات تخزينية ومفيش موبايل حاليا في الفئة الاقتصادية بيقدم حجم الرام ده ولا حجم الذاكرات تخزينية دي وده تعتبر حاجة كويسة جدا بالنسبة للرام والذاكرات تخزينية كعادة اونر اداء يومي هيكون ممتاز ولكن حيطة اداء الالعاب دي بقى هي اللي مش متأكد منها خلال نستنى وننتظر لحد ما الموبايل يوصل ويتسعر ونشوف تسعره هيكون كام بالزبط ونقرن بقى تجربة الاداء الالعاب ونشوف هل بتناسب سعر الموبايل ولا لا ولكن كاداء يومي من دلوقتي بقولك اتطمن اونر بتعرف تزبط السوفتوير وتخلي الاداء اليومي وتجربة الاداء اليومي كويسة جدا مفاش اي مشاكل ونيجي بقى لنقطة الكاميرات ولو انت بسيت على الانر اكس ايت هتلاقي بكاميرا اساسية كاميرا الترا ويد وكاميرا للعزل وكاميرا للمكرو هنا بقى الانر اكس ايت 5 جي بيفتقد للكاميرا الترا ويد التلات كاميرات الموجودين في الضهر هي كاميرا اساسية 48 ميجا بيكسل وكاميرتين 2 ميجا بيكسل واحدة للعزل واحدة للمكرو وده حاجة الصراحة مش لطيفة كالنفسي ان كاميرا الالترا ويد انجل هي اللي تتحط مع الكاميرا الاساسية ويشيلوا الكاميرتين التانيين اصادهم العزل والمكرو انا شايفهم ملومش ايه 3 لازمة الصراحة كاميرا الالترا ويد انجل مستخدمة اكتر والموبايل في تصوير الفيديو بالنسبة للكاميرات الخلفية والكاميرا الامامية بيصور اخره 1080 30 فريم في الثانية ممكن اتفهم ده عادي جدا زي ما قلت لو الموبايل في الفئة اللي تحت الاربع تلاف جنيه هنا انت عندك مدخل تلاتة ونصف ميلي عندك بصمة موجودة في زرورة الباور ولكن للأسف الموبايل بجاي بسماعات مونو مش استيريو واخيرا طبعا البطارية والشحن السريع الموبايل بيجي ببطارية عادية جدا المتوقع في الفئة السعرية دي خمس تلاف ميلي امبير ولكن الشحن السريع اللي يعتبر لو في فئة 3000 هيكون اعلى من اغلب موبايلات 3000 جنيه هنا الشاحن 22.5 وط ولكن لو في فئة الاربعة تلاف جنيه هيكون طبعا اقل لان فيه هنا شواحن 33 مواد زي الفينكسينوت 11 فمن الاخر كده رأي سريعا في الموبايل انا شايف ان المواصفات الموبايل كويسة جدا لو هيكون تحت الاربعة تلاف جنيه اما لو الموبايل ده يتصعر في فئة الاربعة تلاف جنيه فشايفوا الصراحة انه لا يستحق الشراء الا لو انت بتحب شركة اونر بقى وفل شركة اونر وعايز تمسك موبايل من الشركة دي في الفئة السعرية بتاعت الاربع تلاف على عموم خلينا منتظرين ونشوف شركة اونر هتعمل افتة سعرين موبايل متحمس جدا اشوف الموبايل ده قريب في السوق المصري ولكن تحت الاربع تلاف جنيه فما تنساش بقى لايك سبسكرايب اتفعل الجرس شنو وصلت من الديم كل جديد وكالعادة انتظر بني فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة